السلام عليكم ازايكم من بنات الفيديو بديد على قناة داليا كرشين متنسوش تعملو اشتراك للقناة وتفعل الجرس علشان يوصلكو كل جديد وفي صندوق الوصف سأسابلكو الجروب التابع للقناة اللي على الفيس اللي بتنزله عليه التطبيقات بتاعتكو واستفساراتكو وأنا بنزلكو عليه اللينكات الفيديوهات لما بتنزل وهسابلكو برضو في صندوق الوصف الصفحة والجروب بتاعي اللي بنزل عليهم الشغل بتوعي في الفيديو ده هنشتغل سليبر رجالي او لاكلوك رجالي انا اللاكلوك ده اعملته متوسط السمك وحطيت الفردة اليمين من الشمال على حسن مكان الزرار ما انا حطيته نبدأ كده الفيديو مع بعض انا اشتغلت النعل في فيديو تاني هاتولكو برضو في صندوق الوصف لينك الفيديو بتاعه اه ده عملته لمقاس 35 او مقاس الرجل 35 واشتغلت بابرة رقم 3 ونصف انا هشتغل المرادة بابرة رقم 3 مليمتر اه مع نفس نوع الخيط اللي اشتغلت به عشان بس يبقى متماسك نبدأ كده مع بعض هجيب النعل وقسمه بالنصف بالطريقة دي وهدخل في الحلقة الخلفية من النعل اه في الغرزة اللي في المنتصف بالطريقة دي في حلقة امامية عندي وحلقة خلفية اه دخلت في الحلقة الخلفية اللي من هنا واسحب الخيط اللي هشتغل به وهارتفع سلسلتين وفي نفس المكان اللي اشتغلت به هشتغل غرزة نصف عمود هلف الخيط وادخل في الحلقة اسحب الخيط عن 3 حلقات وبعدين هلف الخيط وبرضو في الغرزة اللي بعدها هشتغل في الحلقة الخلفية بصوا انا عندي هنا اللي هي الحلقة الامامية دي اللي هنا والحلقة الخلفية اللي هي هنا من ورا هشتغل في الحلقة الخلفية على طول السطر الاول غرز نصف عمود بس بالطريقة دي وهكمل لحد نهاية السطر وارجع لكم تاني انا خلصت السطر الاول وهقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة نصف عمود انا اشتغلتها هسيب سلسلتين الارتفاع وهشتغل هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة نصف عمود انا عملتها وده شكل السطر الاول معنا انا الخلف ده سبتته تحت الشغل فهقصه خلاص مش هبقليه لازمة معي بعدين السطر التاني هرتفع سلسلة وهشتغل برضو سطر من غرز النصف عمود اتنين تلاتة هكمل لحد اخر السطر وارجع لكم تاني انا وصلت لحد نهاية السطر في السطر التاني انا خلصت اخر غرزة هيبقى عندي هنا غرزة المنزلقة وسلسلة الارتفاع هسيب دولا كلهم وهدخل في غرزة النصف عمود الاولى وهقفل فيها بمنزلقة دلوقتي في السطر التالت احنا هنمسك اللاكلوك بالطريقة دي وهنقسمه نحطه كده على بعض وهنقسمه بالنصف بالطريقة دي وهناخد الغرزة اللي هنا في النصف وهنعلمها بعلامة وبردو الناحية التانية الغرزة اللي في النصف وهنحط فيها علامة برضو انا هنا في الجزء الخلف اللي من هنا هشتغل غرز نصف عمود لحد ما اوصل للغرزة او العلامة دي وهه هشتغل غرز حشو لحد العلامة التانية وبعدين هكمل بغرزة النصف عمود تاني انتو هتلاقوا معاكو اللي هو اللاكلوك واسع كده شوية احنا بعدين لما نشتغل عدد من نصف سطور هنرجع هنضيقه علشان يبقى مظبوط معنا نبدأ كده هرتفع سلسلة وهشتغل في نفس الغرزة اللي ارتفعت بيها غرزة نصف عمود وهكمل غرز نصف عمود لحد ما اوصل للعلامة اللي انا حطاها وصلت لحد العلامة هشيل العلامة هشيل العلامة واشتغل في نفس الغرزة ديه غرزة حشو وارجع احط العلامة تانية عشان برضو استطر اللي بعدو ما تلغبطش وهكمل الجزء ده لحد العلامة الناحية التانية غرز حشو بس من غير اي تزايد او تناقص انا كده اشتغلت غرز حشو لحد العلامة التانية وهاشتغل هشيل العلامة وفي نفس المكان اللي شلت منه العلامة هشتغل غرزة حشو هرجحها تاني وفي الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة نص عمود وهكمل لحد باقي السطر غرز نص عمود بس انا خلصت السطر رقم 3 هو ده الشكل بقى معي وهقفل السطر ده هسيب غرزة المنزلقة وغرزة سلسلة الارتفاع وهتهقفل بمنزلقة في السطر او في اول الغرزة عندي في السطر السطر اللي بعده هيبقى تكرار لنفس السطر ده هرتفع سلسلة وهاشتغل الجزء ده غرزة نص عمود وعند العلامة في نفس العلامة هشتغل بداية الحشو ممكن تشيل العلامة مش انحتاجها بعدين هرجع اشتغل هنا حشو لحد العلامة بعدين هرجع اشتغل هنا غرزة نص عمود انا هخلص السطر اللي بعده ده وهرجع لكو تاني انا كده خلصت السطر الرابع واللي كان تكرار ده السطر التالت احنا اشتغلنا النص عمود من وراء بحيس انه يبقى طويل علشان ما يطلعش من الرجل اخر سطر عندنا هنشتغله هرتفع سلسلة وهنشتغل السطر ده غرز حشو اللي هو هنضيق به النكلوك هدخل في اول غرزة عندي اللي ارتفعت فيها هدخل فيها غرزة حشو بعدين هعمل تناقص هدخل من تحت الغرزة هسحب الخيط وادخل الغرزة اللي بعدها واسحب الخيط من غير ما اكمل واطلع من الثلاث حلقات بعدين الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو واللي بعدها هعمل تناقص هدخل تحت الغرزة هسحب الخيط من غير ما اكمل وادخل تحت الغرزة اللي بعدها هسحب الخيط عن ثلاث حلقات على الابرة هطلع من الثلاث حلقات وهكمل بالطريقة ديت حشو تناقص حشو تناقص لحد ونبدأ نهاية الدور حتى نلم نهاية السطرة ونضيقه من هنا لا يكون واسا أنا خلصت السطرة الخامس بالأخير ونهاية الشغل قفلته وقصيت الخيط لم يحتاجه دلوقتي سنبدأ نعمل الوش بتاع اللاكلوك نبدأ كده مع بعض أنا هعمل سلسلة من 8 سلاسل هعمل أول حاجة عندي عقدة البداية واسحب الخيط هشتغل 8 سلاسل 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 12 12 13 14 14 14 15 15 16 16 15 15 16 15 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 21 20 21 22 20 20 20 20 22 21 21 22 22 22 23 23 22 هعمل تزايد اخليهم اتناشر هعمل تزايد في اول السطر وتزايد في اخر السطر هدخل تحت الغرزة الاولى وهاشتغل اتنين غرزة حشو بعدين هكمل غرز حشو وصلت عندي لحد اخر غرزة وهعمل فيها التزايد اخر غرزتين عندي في السطر حداشر وفي نفس المكان هشتغل اتناشر بالطريقة دي بعدين السطر اللي بعده هرتفع سلسلة وهي هشتغل تزايد بحيث ان يوصل معي السطر ده اربعتاشر غرزة اتنين وهي هكمل غرز حشو انا هواقف التزايد لحد كده اربعتاشر غرزة ومش هزود اكتر عن كده هرتفع سلسلة وهكمل بقى بقية السطور غرز حشو بس من غير اي تزايد انا هقدر احدد مقاس المقاس بتاع الجزء ده عندي طول الجزء ده اللي هو ويش السليبر بيتحدد ان احنا انا عندي الجزء او الطول اللي انا مشتغلة به ده اللي هو مقاس خمسة وثلاثين كان تلاتة وعشرين سنتي نص تلاتة وعشرين سنتي هيبقى تقريبا اتناشر ونص هنقلل اتنين سنتي كمان في يبقى عشرة سنتي فانا هشتغل القطع دي اه عشرة سنتي اه وهشتغل بس غرز حشو ومش هزود اي حاجة هكمل لحد ما اوصل لعدد هشتغل عدد من السطور لحد ما اوصل للعشرة سنتي وارجعلكو تاني انا كده خلصت اه الجزء ده عملته تقريبا تسع سنتي علشان لسه هشتغل تلات اسطور تاني بحيث ان انا اعمل اللي هو الجزء الصغير ده هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهعمل تناقص هدخل في اول غرزة عندي في السطر هطلع منها سيب الحلقتين وبعدين هدخل في الغرزة اللي بعدها مش هكملها ويبقى عندي تلات حلقات على الابرة هلف الخيط وهطلع من التلات حلقات انا كده عملت تناقص هشتغل باقي السطر غرز حشو لحد ما اوصل لحد اخر غرزتين انا وصلت لعندي لحد نهاية السطر وتبقى عندي اخر غرزتين هدخل في اول غرزة وهسحب من غير ما اكمل هعمل فيها تناقص والغرزة اللي بعدها برضو هدخل من تحتها وهسحب الخيط عن تلات حلقات على الابرة هطلع من التلات حلقات انا كده بقى عندي اتناشر غرزة في السطر ده هلف هسحب هرتفع سلسلة وهلف الشغل هشتغل في كل الغرز غرز حشو من غير اي تزايد او تناقص هشتغل السطر ده وكمان سطر بعد وبعدين ارجع لكو تاني انا اشتغلت السطرين اللي قلتلكو عليهم يعني اشتغلت تناقص بعد كده اشتغلت بعضهم سطرين وقصة الخيط قفلت خلص الشغل وننظفته اه ده هيبقى الشكل معانا هدخله من هنا بالطريقة دي اه انا هعيزة اعمل اللي هو الجزء اللي هو الاسود ده كزينة يعني لو مش عايزة تعمليه يعني براحتك هجيب الخيط الاسود وهدخل في الشغل كده بص عند السطر اللي عملت عنده تناقص وهمسك الخيط وهدخله هرتفع السلسلة وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هشتغل غرزة حشو وبرده هحاول ادخل في الغرز او في الفتحات لحد ما اوصل لغرز الحشو هنا هشتغل برده فوق كل غرزة غرزة حشو وبعدين هدخل آآ في الفتحات اللي من الجنب اللي هي فتحات الارتفاع عند سلاسل الارتفاع بالطريقة دي نحاول بس نخلق الجنبين يبقوا نفس الشكل هدخل هنا هعمل هنا غرزة حشو وهنا هعمل غرزة حشو بعندي تقريبا الجزئين نفس الشكل هسحب الخيط وهقصه وهنضف الجزء الاسود ده وبعدين ارجعلكه تاني دلوقتي هنبدأ نركب الجزء ده في في اللاكلوك هقسمه كده بالنص وفي الغرزة اللي هنا في النص هنا هحط الدبوس بتاع العلامات بس مش هقفله هسيبه كده وعندي هنا في اللاكلوك هقسمه برضو بالنص وبرضو في الغرزة اللي في النص هنا هدخل فيها بالدبوس وهما اللي اتنين هسبتهم بالطريقة دي بعدين هبدأ اسبت اللاكلوك من الجهة دي انا عندي هنا في الجزء ده ما عنديش غرز انا عندي سلاسل ارتفاع هحاول هما الاتنين اخليهم يتزبطوا مع بعض هجيب الخيط ومن بعد الجزء بالخيط الاسود هدخل كده من هنا وهدخل في الغرزة اللي قدامها على طول وهسحب الخيط وهارتفع سلسلة وفي نفس المكان هدخل بغرزة حشو وبرضو الغرزة اللي جنبها هحاول ادخل من هنا وفي الغرزة اللي قدامها وبرضو هشتغل غرزة حشو هاكمل بالطريقة ديت لحد ما اوصل للجزء اللي هنا عشان اسبت الوش بتاع اللاكلوك انا ركبت الجزء اللي خلاص اللي هنا من قدام ده وبقى معي بالشكل ده دلوقتي هعمل اللي هو الجزء اللي باللون الاسود ده ديت حاجة للتزيين لو عايزة تزينيه بالطريقة ديت لو عايزة تعمليه اللي هو بالشكل اللي اللي هو يبقى بناتي تقداري تغيري اصلا في اللون او في التزيين ممكن تحطي من هنا فيه انك تحطي لولي تحطي اي حاجة بس انا عملاه بنفس الشكل اللي هو بيبقى الشكل الجاهز فالجزء اللي باللون الاسود ده هعمل سلسلة هعمل اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر والسلسلة ديت اللي هي هتبقى العرض بتاع الجزء الوش اللي من قدام وهارتفع سلسلتين وهسيب عندي اول غرزتين او اول سلسلتين وهاشتغل في السلسلة التالتة غرزة نص عمود واحد اتنين تلاتة وهكمل كده لحد نهاية السطر انا وصلت لحد نهاية السطر وهارتفع سلسلتين او سلسلة وهاشتغل سطرين كمان من غرزة النص عمود اتنين هكمل سطرين وارجعلكو بعدين انا وصلت لحد نهاية السطر واشتغلت سطرين من او ثلاث سطور من غرزة النص عمود هبدأ دلوقتي اجيب الجزء ده وهنا هخيطه بالطريقة دي وهي حط الزرار ممكن بس بتطوع بعد ما تنظفي الخيوط دي ممكن بدل ما تخيطي تستخدمي مسدس الشمعة الزئيبي انا كده خلصت ده بيبقى شكل السليبر في النهاية ده سليبر لمقاس اتنين واربعين تلاتة واربعين غير طبعا اللي انا اشتغلته بس هو نفس الشكل ونفس كل حاجة وبنفس الخطوات انا كده خلصت الفيديو بتاعي يارب يكون الشرح يبقى واضح والى اللقاء